وقلنا من بعده لبني إسرائيل السنر فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكموا لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثم ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تدمنوا إن الذين قوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخلقون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرضون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله أكبر قلوا دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء العسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وتكبره تكبيرا اوها 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 اوه اوها اوها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صراط الذين أنعد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل ذبوع وجاب قيمت لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن له أجرا حسما ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبالهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إما جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبنوهم ويهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صريدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقين كانوا من آياتنا عجبا إذ لو الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا عشدا فاضربنا على آذنهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناه لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أمدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة